السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن المسألة فيها للصفة الثانية عشر علمية نقطة التعادل المسألة تقول كالآتي وضعت شحنة مقدارها مقدار الشحنة سسميها Q1 عندها نقطة الأصل أي نقطة الأصل لإحداثيات X أو Y وضعت شحنة أخرى هذه الشحنة Q2 على المحور X إذن هذا هو المحور X وهي نقطة الأصل أين نضع شحنة ثالثة Q3 بحيث تكون محصلة القوى تساوي صفر إذن نجي إلى قاعدة عندكم ينعدم المجال الكهربائي أو القوى الكهربائية عند نقطة واحدة تقع على الخط الواصل بين الشحنتين المتشابهتين في النوع وأقرب لأقليهما مقداراً نحن نطبق هذه القاعدة إذن نفتش عن أي الشحنة أصغر تلاحظوا أن Q1 مقدار 2 وQ3 مقدار 4 إذن ستكون نقطة التعادل هنا في نقطة التعادل هنا يجب أن أضع الشحنة الثالثة هنا يجب أن أضع الشحنة الثالثة ولنفرض أن بعد الشحنة Q3 عن Q1 وD فيكون بعد الشحنة ثاني عن Q3 عبارة عن واحد ونصف متر واحد ونصف ناقص D بعد Q3 ونطبق قانون كلهم حتى يكون هذه نقطة التعادل يجب أن يكون القوة المتبادلة بين الشحنة 1 والشحنة 3 مساوية للقوة المتبادلة بين الشحنة 2 والشحنة 3 نطبق قانون كولوم ثابت كولوم مضروف بالشحنة رقم واحد مضروف بالشحنة رقم ثلاثة على المسافة ما بين Q1 وQ3 اللي هي دي للتربيع وتساوي ثابت كولوم مضروف بالشحنة رقم 2 مضروف بالشحنة رقم ثلاثة على البعد بين Q2 وQ3 اللي هذا هو إذن اللي هو واحد ونصف ناقص D للتربيع نختصر الرياضيات بـ Q3 بتروح من الطرفين ثابت كولوم بروح من الطرفين الباقي عنا بيضل عنا Q1 مقسومة على D للتربيع وتساوي وتساوي لـ Q2 مقسومة على واحد ونصف ناقص D والكل للتربيع ننتقل للصفحة التي تليها إذن هون نقطة التعادل وهذه D وهذه واحد ونصف ناقص D Q1 عبارة عن 2.00 ضرب 10.9 على D للتربيع وتساوي Q2 عبارة عن 4.00 ضرب 10.9 على 1.5 ناقص D للتربيع أيضاً عنا هون اختصار العشرة والثالي التسعة مع العشرة والثالي التسعة خلصوا من التربيع من التزور الطرفين وأيضاً فينا 2 تقسيم 2-1 والأربعة تقسيم 2-2 يعني هذا اختصار رياضيات وتبقى العلاقة واحد على D تربيع وتساوي لـ 2.0 ونحن نحتمد الأرقام المعنوية لكي لا يتحدث 1.5 ناقص D لكل التربيع اللي بعمله الآن بتزور جزر الواحد واحد وجزر الـ جزر الـ جزر الـ جزر القوس هذا جزر الـ إبارة عن 1.5-D باعتمد خاصة رياضيات الوسطين في الطرفين بأكثر علينا 1.41D وتساوي لـ 1.5-D ومنهم الـ دي هذه بتنتقل للطرف الثاني 1.41D زائد وتسوي إلى 1.5 إذن بيصير عنا الطرف الأول 2.41D وتسوي إلى 1.5 ومنهم D بدي تسوي 1.5 تقسيم 2.41 والجواب بيكون 0.63 متر هذا مين؟ بعد الشحن Q1 عن نقطة التعادل منكم خلصنا المسألة واتمنى